قال مصدر عسكري بمحور تعز أن أربعة من عناصر الميليشيا الحوثية لقوا مصرعهم على أيدي قوات الجيش الوطني الليلة الماضية وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني استهدفت في عمليتين منفصلتين عناصر من ميليشيا الحوثي الإنقلابية وهو ما أدى إلى مصرع أربعة منهم مشيرا لأن ثلاثة من القتلى لقوا مصرعهم في عملية للجيش في جبهة عصيفر الشمال المدينة ولفت المصدر إلى أن العناصر الثلاثة كانوا في طريقهم لتعزيز جبهة الحوثي وفي الجبهة الغربية لغي المتحوث صلاح محمد بجاش مصرعه على أيدي قوات الجيش الوطني في منطقة مكائر بجبهة بلاد الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي ويذكر أن الجبهات الشرقية والشمالية والغربية تشهد مواجهات متقطعة بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا الإنقلابية